كمية المدارسة اللي فاتحوها الإخوان المصنين المدارسة اللي بتقولك طفل ابتدائي في سنة أولى ابتدائي يبعتولك وأنا جربت ده مع عيالي يقولك يجي ساعة عشان المقرأة مقرأت مين يا عم؟ لا أنا عندي تعليم الكتاب أحسن الكتاب بيعلمه دين ولغة عربية بس طبعا لن نعود إلى الكتاب لأن الزمن تجاوز الكتاب بس الكتاب طلع لك في النهاية بوحدة معرفية داخل المجتمع طلع مصر كلها طلعت من الكتاب في يوم ما وكان بيحل بيعلمهم دين وقراءة وكتابة وكويس ولغة عربية وحي كويس طيب يعني المقرأة دي معلش أنا مش فاهمها اللي يجي يقرأ كرآن ساعة ويحفظوه كرآن طب وفيها ايه ما في ناس كتير جدا ليه طفل في ابتدائي ما أنت بتقرأ كرآن عشان تتفقه معانيه لما تدي له آيات هو ما يعرفش معناه طفل عنده ست سنين ولا خمس سنين هيفهم إيه؟ خليك وقعي هيفهم إيه؟ طب ما ده ممكن يعده لغاية لما يكبره؟ أصلا وليه قعده وليه تفرد عليه وليه تسبقه بهذه الصبغة منذ البداية تدي له حرية الاختيار استنى لما يندج شوية عقليا تستطيع الاستيعاب دي سرق طفلته بتسرق طفلته طب ما ده جزء من الهوية المصرية اللي هي ايه؟ الهوية المصرية لا هويتنا المصرية فيها أبعاد كتيرة جدا ها؟ وجزء من الهوية المصرية التدين التدين القائم على التسامح على المعاملة الحسنة ادفع بالتي هي أحسن ده اللي احنا بنفهمه في التدين بتاعنا ما ينفعش إما ده يمشي بخط متوازن خطير؟ لا ما ينفعش لأن اللي حصل على الأرض هم احنا شايفين احنا بشي بنتكلم المريخ احنا بنتكلم على اللي حصل على الأرض ها؟ اللي حصل على الأرض الناس مش قبله ها؟ إنك تعمل فيلم في مشهد شايفينه ده خطر على الدين ها؟ فتطلع فتقوم صورة مجلس الشعب يتكلم ومش عارف مين يعمل إيه مين قال إيه فإلحق ما هو أصبح كده حاكم تفتيش يعني؟ مش محاكم تفتيش ها؟ هو ضيق أفق ثقافي ضيق أفق ثقافي مع تحويل الدين إلى مسألة شكلانية الدين أصبح مسألة شكلانية ها؟ اضرب ده حطي حجاب حطي نقاب اسألة شكلانية الدين لا الدين جوهر في المقام الأول جوهر بتحط حجاب بيربي ده وبيرتشي ما بيقديش عمله كويس بيوسخ الشارع بيركم عربيته غصبا عن البقيين لا يميت الأذى عن الطريق بشكله بآخر التحرش زاد التعامل مع المرأة باعتبارها موضوع جنسي زاد كل هذه الأمور نلحظها مش دي تجليات هذا التعليم وبالتالي مطلوب إيه للتعليم؟ مطلوب إعادة نظر للتعليم في زمني في زمني كان التعليم ويقدم خطابات متبينة للمجتمع خطابات مختلفة يعد الإنسان للاختيار يختار أي خطاب هناك خطاب ديني هناك خطاب غير ديني هناك خطاب ديني متشدد وهناك خطاب ديني ثلث ومتسامح التعليم بحاجة إلى إدارة لا يدرها موظف تكنقراط وزير تكنقراط لا التعليم محتاج إلى هذه المؤسسة إلى قيادة لديها رؤية ثقافية وفكرية تبدأ هذه الرؤية من المقرر المدرسي البرنامج التعليمي وتنتهي باختيار المدرس والتعامل معاه التعليم مشكلة في مصر ثقافية